يعني نتابع هذا الأمر مع تصريحات رئيس مجلس الوزراء من خلال متابعة لغرفة العمل يعني أعتقد الهم شيء في هذا الموضوع اللي احنا كلنا يبقى عندنا تحركة استباقية لمستهدي الأحداث بعد كده مش عيد أبداً ان احنا نبقى عارفين ان لما بيتجدنا حجة من حجم كبير من هذه النوعية من المياه ان احنا نتعامل معها دول كثيرة جداً اتعودت على هذا الموضوع يمكن احنا بحكم ان احنا ما كناش متعودين في مصر على كميات الأمطار الكديرة دي جداً مطلائرات المناخية بدأ يظهر تأثيرها وده بيعلمنا ان احنا ناخد إجراءات استباقية بعد كده زي ما دول كثيرة جداً منتعامل فيها المصالح والمدارس وكل شيء لمجرد ان هما برضو يؤدهم النوعات هذه الموجات اللي بتحصل احنا في مصر برضو هنتحرك بهذا المطمون وهذا الفكر ان احنا دايماً يبقى تحركنا استباقي قبل ما تحصل المشكلة عشان لا تجنب اي مشاكل بالاستجدال في هذا الموضوع للمتابعة بالطبع لحالة التقسى السيء في مختلف المحافظات المصرية انضم الينا عبر الهاتف سيادة الهواء اسامة القضي محافظة المينيا سيادة الهواء اذا كيف هي الصورة في محافظة المينيا وايضا كيف هي المتابعة من جانب غرفة العمليات داخل المحافظة للاوضاع بشكل عام والتعامل مع هذه الموجة من التقسى السيء المحافظة استعدت من مساء امس لغرفة عمليات برئاستي ومعاية كل الاجهزة التنفيذية وكل المدريات الخدمية الامطار هطلت من النهاردة الصبح من الساعة 8 امطار خفيفة منتوسطة على جميع انحاء المحافظة تم الدفع بسيارات الشفط المياه حوالي 146 سيارة على مستوى المحافظة كلها والحالة هادئة تماما والمرور ماشي بشكل طبيعي ومطمن المواطنين في المينيا كلهم ان اليوم ان شاء الله يعد بسلام يعني سيدة المحافظة المتابعة الميدانية لسادة المسؤولين داخل المحافظة بالطبع في مختلف الاماكن للتعامل مع كميات المياه اللي هي موجودة وايضا كيفية التعامل مع اي طارق هل هناك الاغلاق لبعض الطرق داخل المحافظة نتيجة لهذا الطقس السيء يعني كيف هو الشكل العام داخل المحافظة النهاردة من حوالي 4 ساعات أو 3 ساعات افنا طريق المينيا رأس غارب لانحدام الرؤية وافنا الطريق الصحراوي الشارقي اتجاه أسيود ايضا لانحدام الرؤية لانا كنت متواجد ميدانيا وتم اكتشاف كميات المياه كلها الموجودة في مدينة المينيا وفي كافة المدن التاسع والمراكز برأسال وحدات المحلية كلهم منتشرين على مستوى المحافظة ومعنا شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعندنا مخرات السيء كلها 34 مخر سيء بتعمل بكفاءة وكل متواجد في أماكنه والمعدات كلها متواجدة في الأماكن كلها ايضا يعني فكرة التنصيق بين كافة الجهات المعنية هناك متابعة دقيقة من مجلس الوزراء وايضا من وزارة التنمية المحلية فكرة التواصل وهذا التنصيق ربما غير المسبوق لاتعامل مع هذا الحدث والاستعدادات اللي احنا شفناها على اعلى مستوى يعني أهميتها في هذا الأمر والتعامل مع هذه التورقة التي نشدها في حالة إطاقس المتقلبة بالطبع كلنا متواجدين في غرفة العمليات متواجدة فيها كل المدريات الخدمية من صرف الصحي ومية وكهرباء ومشؤون اجتماعية كل التواصل في المواقع اللي بيحدث فيها أي حدث بيتواجه على طول طب بالنسبة للمواطنين يعني رسالتك ساتلواء للمواطنين خاصة في هذا التوقيت تحديدا ربما النصيحة الموجهة إليهم بعدم أن نزول للشوارع إلا في حالة الطوارئ خاصة وأن ربما الظروة ربما تزداد في الساعات القليلة القادمة ويزداد هطول الأمطار وتشتد الرياح أيضا يعني الرسالة التي تواجهناها للمواطنين حتى يتم التعاون مع الجهات المسؤولة وتذليل كافة العقبات بالطبع والتعامل مع أي مشكلات أو طوارئ ربما تحدث في الساعات القادمة نحن عندنا خاطة الساخن 114 لجميع مواطنين محافظة المينيا بيتصلوا لو في أي طارئ عندهم بنتوجه لهم على وجه السرعة وبنوجه المسؤولين لأماكنين اللي هم يبلغوا عنها لكن هنا أنا بنصحهم أنه ما يزلوش الشوارع إلا في الضرورة القصوى لأنه الشوارع هنا بطبيعتها هي ماشية لأنه نحن بنشوف في المياه أول بأول بعربية الشفط موجودة في كل المدن هل تم رصد أي حالات مثلا موجودة داخل متضررة نتيجة هذا الطقس السيء ولو قدر الله لو كان هنا كيف هي الخطة للتعامل مع مثل هذه الحالات هو في تخفيض ضغط المياه لبعض المراكز عندنا في مغاجا ومطاي وبنمزار نتيجة انفجار يعني مش تعطل محاول كهرباء بتاع محطة المياه وفضحنا خطفنا المياه في الأربع ملاك الزولة وفي مركز مالاوي والأمور ماشية طبيعي يعني علشان برضو المياه المياه لما تنزل بتغيض محطات الصرف الصحي استوعبها نحن بنشكرك سيادة اللواء وسامة القاضي محافظة الميليا شكرا